السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قرائتنا جديدة وحصرية على قناتنا الفترة دي هي فترة التغيرات بتاعتك وفترة التقدم اللي في حياتك هنشوف فين جانك هيقولك ايه هنشوف دلوقتي ايه الفنجان وايه التبشرات اللي عندك لاني انت الفترة دي فترة حلوة جدا ليه حياتك فترة تغيير فترة راحة من بعد تعب فترة انطلاقات جديدة الله واعلم فحرفيا هيكون عندك اكتر من تغيير واكتر من تبشرات هتبقى في حياتك ويبقى اكتر كمان من اكتر من تقدم لاني انت بقالك عمال تعافر وتجاهد في اكتر من حاج فعشان كده ان شاء الله بإذن الله الفنجان بتاعك مش هيكون غير التبشرات الحلوة والتقدمات اللي كلها خير وتفاقل ونشوف مع بعض الفنجان بتاعك بسم الله اللي هم صلوا وبارك على سيدنا ومحمد طب انت بقى حدد وقل لي الحرف ده بيعمل ايه عندك يعني انت شايف شايف الحرف ده الحرف ده ايه قلقتك بيه بيعمل ايه عندك اهو مرسوم رسم انا مش محتاجة ان انا اقول لك ان الحرف ده طلع لك الحرف اهو باين قوي عندك ايه الفترة اللي جاية طيب بسم الله ناخد الطاقة بتاعتك وناخد الاحداث ونقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اول حاجة من غير اي مقدمات طبعا انت صاهر لك حرف الام انتوا بقى اللي هتقولولي دلوقتي حرف الام ده ايه علاقاته بيكم طيب حرف الام ده بينكم ارتباط بينكم شغل بينكم حاجة مستنيين او في حد جديد هيدخل حياتنا من موليد برج يعني حد كده هيدخل حياتنا الفترة اللي جاية حرف الام ده طاقة ايجابية لكم في شخص جديد هيدخل حياتكم بحرف الام او حرف الام ممكن يكون في حياتكم عمل لكم طاقة ازيكم تعابكم خزيلكم عمل لكم اي حاجة الله اعلم بس انتوا عندكم رابط يخص حرف الام ايه الرابط ده انتوا اللي تقدروا تتحددوا ايه كمان انتوا هنا عندكم نقطة من البداية نقطة من البداية دي هتكون هدف جديد طاقة جديدة ايه ممكن كمان ايه حرف الام ده ايه ممكن يكون رمز للسلام عندكم البعض منكم ممكن يكون عنده تحقيق امر تحقيق ايه طاقة جديدة ممكن كمان حرف الام ده يكون معناه سفر بعيد او سفر للفترة دي او انتوا صحاب الكراءة اموا عندكم سفر بطريقة كبيرة جدا او عندكم طاقة جديدة انتوا هتتعرضوا لها الفترة دي البعض منكم عنده خروج من هم خروج من قسرة قلب خروج من خزلان طال الانتظار فيه انتوا حياتكم واضحة بالدم انتوا عندكم وضوح صرحة جدا في التعامل بتتعاملوا بصراحة قوي بتتعاملوا بطبعتكم بتتعاملوش بنفاق ما بتتعاملوش بكده بحاجة تكون صعبة عليكم بساط جدا في التعامل مع الاخرين عندكم صفقة حلوة الفترة اللي جاية دي بس انتوا حالتكم النفسية اليومين دول متأثرة جدا بشخص كان مازال بيجذب عليكم او مازال الشخص ده كان بيغزل فيكم بس انتوا قررتوا ان انتوا تخرجوه من حياتكم معروف عنكم كمان ان على قلبكم على لسانكم اي حاجة بتيجي على لسانكم بتقولوها على طول ما بتعافوش تخبوا وتكتموا كمان انتوا هنا بتكرهوا جدا الاشخاص المنافقة المزيفين اللي بيظهروا لكم على اشخاص ان هم بيحبوكم طيب اقدر اقول ان الفترة اللي جاية هتحصل لكم مفاجأة المفاجأة اللي هتحصل لكم دي هتكون من عنده ربنا وده هيكون شخصة هيظهر لكم الشخص اللي هيظهر قدامكم ده هيفرحكم اولا وهتلاقي كده الحياة بدأت تضحك معاكم بدأت تضحك قدامكم بدأ يكون فيه طاقة جديدة حاجة جديدة امور جدية الله واعلم بس يكون عندكم حاجات جديدة ان شاء الله بإذن الله كمان البعض منكم مستني مكالمة البعض منكم مستني تجديد في حاجة البعض منكم مستني يعني فيه حاجة انتم مستنيينها تخص التليفون وفي نفس الوقت انتم عندكم عصفورة ورمز العصفورة ده رمز السلام رمز الخروج من المحنة والديق عندكم كمان بشرة حلوة جدا بسم الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد فيه بشرة خير وفيه كمان خطوة انتم هتاخدوها برجلكم اليمين الفترة دي وهيكون فيه حدث حلو جدا هيفرحكم في اكتر من حاجة ليه علشان انتم نوهين على تجديد في امور عندكم البعض منكم بقى يعني اخد خطوة الخطوة دي حاس ان هو متسرع فيها او حاس ان هو تسرع في اخدان الخطوة دي لكن هي الخطوة دي صح جدا ده اصلا الصح اللي انتو تعملوه البعض منكم طلع ناس من حياته وقال انا اتصرعت طلعي الناس دي او حكمت على الناس وانا تصرعت لأ انت شايف ان انت اتصرعت بس هي في صلحك ما تقلقوش خالص كمان فيه خبر حلو هيفرح قلبكم يعني بجده هيفرح قلبكم مقلب العيلة كلها ممكن الخبر ده يكون مولود جديد خبر حمل الله اعلم انتم منتظرين وبقالكم مدة كبيرة جدا فيه خير عايزين تطلعوه لله بين ايديكم الخير ده طال انتظاره خلال كم يوم بالزبط هتطلعوه علشان هيكون فيه فرق حلو جدا طيب انتو هنا مستنيين اخبار او مستنيين منتظرين مكالمة بخصوص الشغل انتو عندكم طاقة انتظار او طاقة بالمجهول بخصوص العمل بتاعكم فيه كمان هنا صلة بمشروع عندكم هيكون حل هيزود في الطاقة بتاعتكم هيزود في الدخ بس خلي بالكم من بعض العقبات اللي موجودة قدامكم بس هتتجاوزوها بالحماس والشجاعة بتاعتكم وكمان انتو يعني طاقتكم هتزيد اكتر ويعني هيكون عندكم طاقة ايجابية باذن الله كمان انتو هنا يعني حطين الهدف ان انتو توصلوا للنجاح ما فيش اي حاجة ممكن تتخلى عن النجاح بتاعكم هي لما انتو خلاص انتو بتغوضوا عندكم كده مغوضة في الموضوع ان انتو تنجحوا وتوصلوا لاشد الدربة في حياتكم كمان انتو هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في امان جديد في المستقبل بدأتوا تبعدوا الطاقة السلبية عن حياتكم خالص بدأتوا تبصوا للمستقبل بشكل ايجابي اي نعم انتو عشتوا فترة من الفترات كان في مليانة تجارب كان في تجارب كتيرة جدا حصلت لكم بس انصحكم دايما تبعدوا عن النميمة اي نميمة في حياتكم ما تسمعوش لها اصلا ولا تدوها اي حاجة ليه؟ يعني ما تدوش الموضوع اهتمام علشان انتو عندكم طاقة ايجابية دايما نقول لكم حافظوا على نفسكم وحافظوا على علاقتكم بالاشخاص المحيطين بكم علشان النميمة كتير جدا عليكم بس انتو هنا مميزين جدا بتحقيق الهدف الفترة دي البعض منكم عنده استعداد يعمل اي حاجة بخصوص الحياة العاطفية كمان انتو هنا مستنيين لقاء من الشريك او مستنيين مكالمة من الشريك مستنيين لحاجة تخص الشريك فيه كمان انتو ممكن تكونوا متجاهلين حد او حد متجاهلكم فيه يعني مجاهلة يعني انتو متجاهلين الشريك في موضوع معين او انتو فيه حاجة في خيالكم رسمينها انتو معروفة عنكم ان انتو خيالكم واسع جدا وعشان كده ماشيين في طريق طويل من بعض الوقت بتجيلكم طاقة كسل طاقة خمول بتجدد معاكم فيه شوية مشاكل انتو عايزين تحلوهم مع بعض مع الشريك موصلين الموضوع للانفصال وده اكبر غلط ما تدوش الموضوع اكبر من حجمه علشان خاطر المواضيع بتزيد مشاكل فده ما ينفعش خالص طيب اقدر اقول لكم اني بازن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هيعوضكم خير خير كبير جدا عن المعاناة وعن الظلم وعن قصرة القلب اللي حصلتكم ممكن تكون قصرة القلب اللي حصلتكم اللي حصلت لكم ده من حرف الام من الخزلان اللي انتو شفتوه انتو عندكم حلم الفترة اللي جاية هيتحق ومن خلال الحلم ده هيكون فيه زواج او هيكون فيه استقرار او هيكون فيه علاقة جدية او هيكون فيه انفرجات بخصوص الماديات طيب اقدر ابشركم بخروج افعة خروج طرف ثالث خروج حد ماسك فيكم قوي حد ماسك في رقبتكم قوي حد بيخنق فيكم من وقت للتاني ممكن يكون عندكم علاقة مع حرف الام ففيه امه بتنق عليه طرف ثالث بيتدخل دايماً ومتعمد ان هو يسبب لكم مشاكل بعض الامور عندكم طعمة او غدر وقع عليكم من صديق مقرب كنتوا بتقولوا عليه الصديق دا حبيب الصديق دا مستحيل يخون مستحيل يخضر مستحيل يتعني في ظهري جت لكم الخيانة منه واكتشفتوا امره وقررتوا ان انتم ما تتعاملوش معاه تاني خالص 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 نشوف بقى كرائتكم بس ما تنسوش طبعاً تقولولي ايه علاقتكم بحرف الام لازم تنزلو وتبشروني ممكن كمان ما يكونش حرف الام ممكن يكون حرف الايه للناس اللي ما عندهاش حرف الام عندكم شامعة هتنور الطريق وده ما تقلقوش منه خالص بسم الله اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد طيب اقول لك بقى هقول لك ان انت هنا عندك نصرة على اتنين من الاعداء اتنين من الاعداء طال الانتظار ان انت تاخد حقك منهم وشايفالك كمان ان انت هتتخلص منهم بشكل كبير جداً وبشكل سريع اي نعم هم بيحربوا فيك او بيغطعنوا فيك بس انت هتكون متقلق وهتكون احسن منهم وهتدي نفسك طاقة ايجابية وهتكون مصدر لنفسك ان انت تحقق اعلى نجاح الفترة اللي جاية عندك مكافأة حلوة انت على وصولها كمان انت هنا بتعاني من شوية تعف في الصحة فلازم تتخلص من اي مشكلة تخص الصحة بتاعتك وتحاول بقدر المستطاع ان انت ترتاح نفسياً انت هنا كمان عاوز توصل لشخص في شخص انت عايز توصله وعايز تكلمه في شخص معين انت حطه في بالك عايز توصله في تواصل عندك وهتبدأ علاقة صداقة بينك وبينك وبينك وبين حد بينك وبين حد في علاقة صداقة هتكون بداية لحب جديد او في عودة للمفاصلين في تجديد في علاقتكم العاطفية كمان البعض منكم هنا مستني عودة غايب بقى له مدة بقى له شهور طويلة مستني قاعدة عتاب قاعدة كلام بينكم وبين حد كمان انتو هنا هتتجاوزوا الامور الصعبة اللي عندكم او الامور اللي عاملالكم مشاكل في واحدة ست بتتابع كل اخباركم بغرض ان هي تأذيكم وتحكد عليكم البعض منكم كمان عنده ورقة هتغير حياته بشكل كبير الورقة دي هتبقى لكم انتو حاجة جديدة اه وزي ما قلت ان الرزق اللي عندكم ممكن تسده بيه بعض الديون اللي عليكم ممكن يكون تسده حاجة مترقمة عليكم في بعض الاوقات في بعض الامور في تجديد عندكم في اكتر من حاجة ممكن تستلموا ورقة بخصوص الحكومة الورقة دي هتخلصوا هتخلصوا شهادة هتخلصوا مهنة هتخلصوا حاجات طيب قاعدة اقول ان انتو هنا في شخص بيستغل فيكم وعمال يستغل فيكم لخصوص مصلحته او بخصوص يعني بخصوص هو في كمان شخص داخل حياتكم الشخص ده انتو مستحيل تستغنوا عنه او مش قادرين تستغنوا عنه انتو بتحبوه جدا مهوسين بحبه جدا في حبه متبادل ما بينكم الله اعلم بس انتو فعلا ما بتقدروش تستغنوا عنه خالص الشخص ده لان انتو بتحبوه قوي طيب في موضوع والموضوع ده سبب لكم شوية قلق مسبب لكم شوية طاقة كده انتو مش عارفين في ايه او ايه اللي بيحصل معاكم في تغيرات بدأت تحصل لكم في العمل او في حياتكم حاولوا بقدر المستطاع ان انتو تتجاهلوا اي حاجة ممكن تحصل لكم تحسوها تديكم امر سلبي الامور بتتحرك اتجاهكم انتو ففي حاجات جديدة هتحصل هتخليكم تغيروا حتى الافكار السلبية البعض منكم عنده زعل جوه قلبه بيحاول ان هو دايما يظهر ويبين ان هو اقوى يعني اقوى من الناس كلها دايما بيحاول يرسم الابتسامة على وشه بس هو مغزول من الناس كتير جدا في حاجات هتعدى على خير بس ما تقلقوش في طرف تالت بيحاول يقزي علاقتكم العاطفية بالشريك بس باذن الله هيفشل ومش هينجح في الحاجة دي انتو هتقوى علاقتكم بالشريك الفترة اللي جايه بطاقة جديدة على حياتكم حستكم القوية وقلبكم الدليل ده بيخليكم تكتشفوا كل الناس اللي في حياتكم وبيخليكم تعرفوا مين المنافق ومين الكذاب وعشان كده هيكون عندكم طاقة ايجابية كمان انتو هنا باسم الله ما شاء الله عليكم هيكون وشكم وش سعد على ناس حواليكم وكمان هيقول لكم هيقول لكم في وشكم كده بسبب دخلتكم علينا حصل حاجة ما كناش متوقعينها هتحصل تجديد عندكم في اكتر من حاجة كمان انتو محسودين حسد شديد في العمل في حياتكم في حسد شديد عندكم وعشان كده بتعانوا من بعض الامور في التقلب المزاج بتعانوا من توتر من حيرة من ضغوط نفسية ان شاء الله انتو الفترة دي هتقربوا من ربنا بقدر المستطاع لان انتو في مرحلة صعبة بتحاولوا ان انتو تتخلصوا منها بأي شكل وعشان كده هيكون عندكم تغيرات حلوة كمان فيه يعني المرحلة الصعبة دي ممكن تكون مرحلة حزن مرحلة بتخليكم كده مش حاسين بالراحة ولا الامان رغم ان انتو يعني بعد ايام معدودة هيبقى عندكم شعور بالراحة وان انتو هتحس ان انتم متطمينين جدا من بعد المكالمة اللي في طريقكم او من بعد الحاجة اللي هتجددونها في حياتكم وادر اقول ان انتو الخاتم اللي عندكم بيبشركم بالخير او بالطاقة الايجابية من ناحية العاطفة فيه سر جواكم انتو مش راضيين تحقول حد والسر ده كات مينه ومن خلال السر ده انتو هتكتشفوا حاجات جديدة وفيه تحسين ايجابي عندكم فيه حل للمشكلة اللي حصلة معاكم بشكل كبير جدا والاضواء هتلعب دور ايجابي في حياتكم بس حاولوا بقدر المستطاع تهتموا بصحتكم شوية يعني ان انتو ايه تدوا صحتكم شوية اهتمام شوية راحة اتطمنوا شوية علشان احلامكم مزعجة اليومين دور فيه واحدة فتحة بقها عليكم عايزة تطعنكم او عايزة تأذيكم بقدر المستطاع بس انتو مش هتسكتوا لها طيب مين الشخص اللي من اهلكم محتاج اهتمام الفترة دي محتاج حد يقف جنبه محتاج ان هو حد يطبطب عليه وانتو كاشخاص محتاجين تعدوا الفترة دي بقدر المستطاع علشان الفترة دي انتو متضايقين قوي حسين بالاكتئاب السلب اللي مؤثر عليكم فيه فتح باب جديد لكم الباب ده انتو هتستفادوا منه علشان هيكتمل الامر عندكم وده بيدل ان انتو هتحققوا حلم وهيكون عندكم توقيع ورقة بالخير بإذن الله ليه دايما الخوف والتردد مسيطر عليكم في كل افكاركم في كل حاجة الخوف والتردد مسيطر عليكم يعني انتو كل ما بتقولوا خلاص احنا قربنا نوصل للهدف بترجعوا شوية وبتكونوا مئمي يعني ممكن يكون انتو عندكمش بعض الجراءة او فيه حاجة خايفين منها مخلي مأثرة على علاقتكم بنفسكم الله اعلم بس فيه انتصار قريب منكم وزي ما قلت لكم حل المشكلة بس فيه حد واقف معاكم هينسحب فجأة بس بإذن الله الامر هيتحل من عند ربنا فيه حد انتو بترتحوله جدا وبتحبوا تتكلموا معاه بيتحسوا انهو بيديكم طاقة ايجابية بيديكم دفعة لقدام اقدر اقول كمان انتو هنا بتستعيدوا او حان الوقت ان انتو تستعيدوا ان انتو تقدروا تبتعدوا او تبعدوا عن اي حزن او ذكريات او مشاكل في الماضي وبتحولوا ان انتو تركزوا في المستقبل بقدر المستطاع ليه؟ علشان التركيز في المستقبل باين قوي على وشكم باين جدا على عليكم علشان انتو عايزين تطلعوا من اي حاجة تأثر على حياتكم وانتو مريتوا بازمة وعايزين ترتاحوا مريتوا بخزلان من ناس كتيرة جدا عايزين بقدر المستطاع ان انتو تشوفوا الحياة ايه؟ يعني تشوفوا الحياة بشكل مختلف تشوفوا ايه انتو عايزين تعملوا ايه عايزين تجددوا ايه ايه اللي عايزين تحلوه تشوفوا كده يعني تغيروا من نفسكم تغيروا من افكاركم من حاجات كتيرة جدا عندكم البعض منكم عنده صفقة والصفقة دي حلوة قوي هتدخلوا في طاقة ايجابية هتخليه يدخل في طاقة معينة وهيفرح قوي او بمعنى اصحة هتفرحوا قوي علشان انتو مستعدين هنا لتطوير ايجابي اعلنتوا حربكم على نفسكم فكمان الفترة دي هلكون فيه فرصة حد هيقدمها لكم والفرصة دي هتزود الدخل بتاعكم وهيبقى فيه امور بس دايما اقول لكم خليكم كاتمين وما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم حتى لو كان اي حاجة ليه علشان خاطر انتو لما بتتكلموا الحاجة ما بتكملش فتحاولوا ان انتو اتداروا اول ما هتداروا باذن الله كل حاجة هتكمل على اخي فيه شخص الشخص ده مناسب جدا في الطريق اليكم هيقف معاكم برضو في حاجات كتيرة جدا وهيستحمل برضو منكم ردة فعل غريبة انتو في اختبار والاختبار ده هيخليكم تمروا بسلامة بس حاولوا تطفو الزعل اللي جواكم اللي عملكم خنقة وديقة من غير اي سبب مين الست القصيرة اللي كلها سم اللي بتحاول دايما تطعن فيكم من ورا ضغركم ودايما مدياكم يعني ايه انتو مديينها الامان وهي بيانة ان هي بتحبكم البعض منكم تعبان شوية البعض منكم حاسس ان الطاقة بتاعته خلصت ومعندوش اي تجديد في اي طاقة عايزين اي مخرج يختلعكم من اللي انتو فيه اقدر اقول ان ربنا حاسس بيكم ومعالم قديه انتو عملين تعافره وتيجوا على نفسكم ايه وتعملوا ايه وتعملوا حاجات مختلفة عشان توصلوا للهدف بس انتو هندوكم حسن ظن بالله ودا بيديكم اصلا تفاقل في حد ذاته فزي ما قلت في حاجة حلوة قوي انتو كنتم استنيينها بفارغ الصبر هتحصل لكم قريب والحاجة الحلوة دي هتخرقكم من الزعل اللي جواكم وهتخليكم تنسوا القلم اللي انتو عايشين فيه فعشان كده اقول لكم سبوها على الله زي ما انتو سايبينها علشان باذن الله فيه تقدم حلو وقدر اقول كمان ان البعض منكم عنده هياخد اولاد لحضنه انتو عندكم هنا اولاد هتاخدوهم في حضنكم وان شاء الله باذن الله هيبقى فيه لم شاملة حلو طيب قولولي ان انتو اليومين دول حاسين بصداع حاسين ان فيه طاقة مقصرة عليكم رغم ان عندكم انفراجات كمان انتو هنا فيه نجاح فيه مشروع هيغير مجرى حياتكم بشكل كبير جدا فيه سر سعادة لكم السر السعادة ده ان انتو لازم تقربوا من ربنا علشان ممكن باب السماء في يوم يكون مفتوح باب السماء لما هيكون مفتوح هيقبل ربنا منك دعائك هيخلي حياتك تتقلب 180 درجة انت متخيل يعني ايه حياتك تتقلب 180 درجة يعني هيكون عندك فخر بنفسك فيه حد عايز يسألكم سؤال او عايز يعني يفتح معاكم موضوع عايز يعمل اكتر من حاجة عايز يتكلم معاكم بس خايف من ردد فعلكم عايز ان هو يواجهكم بحاجة بس مش متأكد منها العصبية بتاعتكم واضحة جدا عليكم الفترة دي انتو عندكم عصبية بشكل كبير جدا او بالكم مشغول دايما تفكير محتاجين وقت كافي للنوم محتاجين وقت كافي ان انتو ضدوا صحتكم الوقت ده التعب بيظهر تحت عيونكم التعب بيطلع على عصبيتكم وده واضح جدا في قلة النوم وقلة الراحة والتفكير اللي 24 ساعة كمان انتو هنا في عين كبيرة والعين دي مقصرة على الاولاد بتاعتكم عشان كده من وقت للتاني بتحسوا انه في مشاكل مع الاولاد على طول رغم ان قلبك واحساس قلبكم واحساسكم دايما بيكتشف لكم اللي قدامكم بشكل كبير بيكتشف لكم الناس اللي عاملة بريئة والناس اللي عاملة بتحبكم وعملة ان هي عايزة لكم الخير انتو بتكتشفوا مميزين جدا في كشف الناس انتو جدا بتفهموهم بس من نظرة او بتعرفوهم من قعدة من بصة كده عارفين ايه يعني ايه اللي دمر حياتكم واذاكم نفسيا ان انتو فضلتوا ناس على نفسكم وقربتوهم منكم بشكل كبير جدا ده كانت غلطة منكم بس هي مش غلطة يعني انتو بتقولوا عليها غلطة بس هي مش غلطة ده نصيب او بمعنى اصح ده القدر ده اللي خلاكم تتعلموا ان انتو ماينفعش تقدروا ناس على حياتكم ماينفعش ان انتو تحبوا حد زيادة عن اللي زوم لازم كل حاجة توازنوها وعشان كده الفترة دي انتو طول الوقت بتفكروا ان انتو تبعدوا عن ناس كتيرة جدا يعني انتم كنت بعيدوا حتى من غير ما تقولوا اغلبكم تليفونه صامت اغلبكم مش عايز يتكلم اغلبكم ساكت وما عندوش اي دفع لقدام رغم ان ده اكبر غلط انتو بتعملوه حتى في حق نفسكم انتو لازم في قدر المستطاع تطلعوا من اي طاقة سلبية ولازم ترجعوا نفسكم زي ما كنتم ليه علشان انتو فعلا ما تستهلوش الطاقة دي البعض منكم مستني مال بقدر المستطاع وعلشان كده هيكون في مال مفتوح الفترة اللي جاية وهيحول هيزود الدخل بتاعكم بشكل كبير انتو هتمروا الفترة دي بسلامة جدا هتمروا بفرح في حد هيدفع عليكم سماعة التليفون وهيتصل بكم وهيعزمكم على عزومة هيعزمكم على فرح بس هو هيكون فرح والفرح ده هيكون خير لكم في حد او يعني في حد عندكم الحد ده عقبة قدامكم ماسك فيكم يخليكم مش عارفين تتعاملوا ازاي في خلال يومين او اسبوعين ان شاء الله هيتفتح قدامكم باب الباب ده هيحمل لكم يعني من وراء الباب ده اخبار صارة ونجاح حلو الباب ده هيكون طاقة جديدة لكم شايل لكم خبر مفرح في تغيير اجابي هيحصل لشخصيتكم انتو المهنية الحظ هيلعب دور كبير في حياتكم اوعي تضيعوا الفرصة دي ولا تضيعوا من قدامكم استغلوا قدراتكم بقدر المستطاع لتحقيق الحلم اللي طال انتظاره او لتحقيق الهدف اللي انتو حطينه في بالكم اللي انتو مستنيينه انتو نوين تغيروا حاجات في شخصيتكم نوين تغيروا حاجات لكم انتو سكتكم بنفسكم بتزيل هتعملوا حاجات مستجدة لكم البعض منكم عنده طاقة معينة بعض منكم مستني حاجات معينة انتو ممكن تكونوا مستنيين رسالة ممكن تكونوا مستنيين مكلمة في طاقة جديدة انتو هتدخلوا فيها الفترة دي وهيكون فيه امور ليه الدموع دايما في عيونكم زعلنين على ايه ما ممكن اللي جاي يكون احسن ويعوضكم عن اللي فات هتفضلوا لحد امتى زعلنين على اللي انتو فيه كمان انتو هنا يعني ممكن تكونوا مسكين مبلغ من المال او مستنيين المبلغ اللي عايزين تشتروا بيه الحاجة اللي ممكن تدخلكم السعادة فيه حاجة انتو عايزين تعملوها الفترة دي الحاجة دي لو عملتوها فعلا هيكون فيه سعادة على قلبكم او فيه امور مستجدة ليكم طيب قراراتكم فيها سرعة في الانفصال فيه عودة بشكل كبير جدا لان انتو فيه فتح اسمه عندكم مع الشريك او مع الشخص المناسب ليكم فيه لقاء حلوة عاطفي او قعدة حلوة عاطفية هتبقى قعدة جميلة باذن الله والمشكلة اللي عندكم هتتحل باكبر من الشكل يعني انتو ممكن يكون عندكم اكتر من حاجة هتحسنوها باذن الله بفضل ربنا بس خليكم دايما متقلكين خليكم دايما وسكين من خطواتكم لان انتو النجاح مفتوح قدامكم والطاقة الايجابية مفتوحة قدامكم وهيكون عندكم خير طال انتظاره بس لازم تغدو خطوة لقدام لازم تغدو دفعة لقدام متخلوش اي حد يتحكم فيكم ازيكم ليه علشان العراقيل وعلشان خاطر الطاقات اللي ضغطاكم نفسيا وجسديا مع الناس اللي في حياتكم او مع الناس اللي دايما بتديكم طاقة سلبية على جميع الاسرات بتاعتكم اتمنى لكم السعادة والهنة والرزق والتفاؤل انزلوا على طول اكتبوا تعليق من الكراءة بتاعتنا النهاردة واضغطوا لايك للفيديو ووصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدة وان شاء الله باذن الله يوصل لكم كل ما هو جميل او كل ما هو جديد لكراءتكم اشتركوا في القناة